اشتركوا في القناة اقول لكم ان الادارة التنفيذية للنادي بقيادة الدكتور سعد شلبي استقرت على كل الترتيبات خاصة من النواحي الإجرائية والنواحي القضائية كان فيه اجتماع مهم للاستاذ القضاء أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الآلي وهم من هيئة قضايا الدولة عقد اجتماع تنسيقي مع الادارة التنفيذية للنادي الدكتور سعد شلبي قدم لللجنة القضائية كل الترتيبات والإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها وتم الاتفاع على كل التعليمات الخاصة بسير العملية الانتخابية وتم تحديد موعد مهم جداً لاجتماع اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات مع السادة المرشحين يوم الخميس إن شاء الله ساعة 12 ظهرم في مقر النادي في الجزيرة ده اجتماع مهم جداً أقول لحضراتكم ليه النادي الأهلي باستمرار أهم ما يميزه الاستقرار الاستقرار الإداري السمة البرزة والمهمة جداً اللي بتخلي النادي الأهلي يشتغل في هدوه ويشتغل في انضباطه وفي استقرار تام عشان كده انتخاباته لما بتكون الصورة واضحة جداً قدام السادة المرشحين من قبل السادة القضاء مش من قبل الإدارة التنفيذية للنادي وهي اللي اللايحة التنفيذية أو اللايحة النظام الأساسي للنادي بتديها سلطة الإشراف على تسيير العملية الانتخابية لكن كمان اللجنة القانونية أو القضائية المشرفة لما بتجتمع بالسادة المرشحين بيتم وضع كل النقاط على الحروف بكل الوضوح مبدئياً نظام المندوبين هيبقى إيه؟ مفيش مرشح هيجي يقولك كان فيه حد له مندوب أكتر وأنا مندوب أقل عدد المندوبين اللي موجودين داخل لجان الاقتراع عدد المندوبين اللي حيكونوا موجودين داخل لجان الفرز عملية الفرز شكل الفرز لأنه كمان حتى دي نقطة مهمة جداً وكتير لما كنا بنشوف انتخابات تتأخر نتائجها ويتقدم فيها طعون بالذات في فكرة البطلان هل البطلان جزئي ولا البطلان كلي بمعنى أننا جيت يا صوت بدل ما بختار رئيس وأمين صندوق ونائب رئيس وسبعة أعضاء فوق السن واثنين تحت السن بدل ما اختار سبعة أعضاء اخترت تمانية بس بقيت الاستمارة كلها صح تبقى بطلة كلها ولا يبطل الصوت بس في مقعد العضوية دي حاجة في الفرز ما بين البطلان الجزئي والبطلان الكلي فعشان كده حيتم الاستقرار على كل الضوابط فيما يخص عمليات الاقتراع نظام التصويت نظام الفرز وكل ما يتعلق بالنواحي القانونية اللجنة القضائية اللي من هيئة قضايا الدولة حتكون في اجتماعها مع السادة المرشحين كلهم حيكونوا موجودين إن شاء الله الخميس 12 ظهرا في النادي علشان يتم وضع كل هذه الترتيبات كمان النهاردة بيسير العمل في تجهيز الخيمة الانتخابية وزي ما قلتلكم قبل كده التصميم بتاعها بيراعى فيه كل الإجراءات الاحترازية وكل المسافات التباعد الاجتماعي وكل تسيير فرص دخول وخروج الأعضاء علشان تسيير بإذن الله تعالى عملية الاقتراع على أفضل وجه زي تم زيادة المساحة تم زيادة عدد المساحة كله علشان التسير الكافي على السادة أعضاء النادي اللي كمان إدارة النادي خصصت لهم حفلات لنقلهم من فروح النادي ومقراته المختلفة يعني أهل الشيخ زيادة هيكون فيه بساطة هتجيب العض للجزيرة أهل مدينة نصر نفس الحكاية يبقى فيه بساطة في دورات متتالية جدا كمان حتى فيما يخص بعملية ركن السيارات للسادة الأعضاء حوالين النادي أو في جراش المعلمين أو جراش المحافظة أو جراش الأبرة وجراش ميدان التحرير كل هذه ساحات الانتظار تم النادي تم التعاقد عليها ليوم الجمعية العمومية عشان يساهل على السادة الأعضاء حضور الجمعية العمومية وده حدث مهم جدا